اهنانا بالمخيم يوم عاشراء الامام عليه السلام ليلة عاشراء حفر اطراف المخيم يعني امر اصحابه يحفرون خندق نهر ووضعوا فيه السعف والكرب والحطر حتى لحظة اشتعال نار الحرب هاي الاطراف الخيم يشعلون النار العدو لا يمكن من كل طرف يهجم بالخيم نساء اطفال وخلوا باب واحد فقط يعني باب الواجهة كان باب واحد مزين اجي فرد واحد من جيش عمر بن سعد قال كلمة قذرة يشهد الله صعب عليه كلمات اذكرها على المنبر التفت انا ما اقول السيدة زينب قالت سلام الله عليها بعض الناس استشكلون عليها لا السيدة زينب قالت يا جدا يا رسول الله هذا حسين مرمل بالدماء الى ان قالت قتيل ابناء البغاية الذي قتلوا الحسين ابناء بغاية بغاية جمع بغية يعني ابناء الفواحش يعني ولد الحرام اللي قتلوا الحسين السيدة زينب تقول كانوا اولاد حرام ابن الحرام اش تتوقع من عنده جلف التفت قال يا حسين ذاك الرجل قال يا حسين اتعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة شوف الجلف شوف المتاحة يعني يتحدى الحسين كأنه دا يقول الامام الحسين احنا راح نقول لك انت تدخل جهنم وقبل ما تدخل جهنم لا متعجب بسوي لك نار الدنيا حتى تنحرك يعني كلمة كلمة نابية كلمة قذرة الامام الحسين رحمة الله الواسعة طافل بعض الوقات بعد ما يصير ما ترحم يقول طافل كيف الامام عليه السلام قال لهم اسمك منو انت قال انا ابن الحوزة ممكن سامعين برحوشق عبد الزهر رحمة الله عليه قراه في المقتل الامام وضع يديه الطاهرتين تحت كريمته قال اللهم حزه الى النار الحسين رحمة الله الواسعة يدعي على الانسان يقول لك الهي بنفس هاي النار حركة دعاء الحسين مستجاب بالمكان بمجرد هذا القلب مكسور بمجرد ان قال الحسين عليه السلام اللهم حزه الى النار فنفر فرسه الفرس ما لنفر يعني قمز طاح ابن الحوزة من على ظهر الفرس رجلة ظل امعلق باركاب الفرس والفرس قام يركض هذا الجسم جر الفرس على الاشواك على التراب جر 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 جاب الى النار والقاه في النار واحترق وهو حي الى جهنم وبئس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة